أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول يعني زوجي إذا عصب يكثر اللعن على الناس ويعني مثلي عصب على أخته أو أخوه وإذا كلمت أو نصحت يرفع صوته علي وعصب عليه في أغلب الأوقات الحمد لله ما يسبني ولا يلعني لكن أكثر السب واللعن على أخوانه وأخواته ما أستطيع رد عليه وألزم الصمت وأصبر ماذا علي أختي أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك أولا بالنسبة لزوجك هداه الله مرتكب لكبير من كبائر الذنوب ولعظيم من عظائم الآثام وعلم ما في هذا اللعن الذي يصدر منه تجاه إخواني وأخواتي والله لكف عن ذلك إن كان ممن يراقب الله عز وجل ويتقي فيما يبديه وفيما يخفيه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس المؤمن باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البدي ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله يبغض الفاحش المتفحش وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام خطورة اللعن وأخبر بأنه ما من إنسان يلعن شيئا إلا ارتفعت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء أمامه فتذهب يمينا ثم تذهب شمالا ثم تنزل فإذا كان الذي لعن يستحقها نزلت عليه وإلا نزلت على الذي لعن والعياذ بالله بمعنى أن زوجك يوميا جالس يلعن نفسه والعياذ بالله إذا كان إخوانا وأخواتا ما يستحقون اللعن وأغلب الناس ما يستحقون اللعن اللعن هو الدعاء بالطرد عن رحمة الله عز وجل فلذلك زوجك لا بد أن ينتبه هذا جالس يلعن نفسه والعياذ بالله الآن هو يمارس اللعن على نفسه هو يلعن غيره ينفس عن نفسه بلعن نفسه كيف الآن؟ ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع امرأة لعنت ناقة الناقة الناقة لعنتها قال لا تصحبنا ناقة ملعونة ولما سمع رجل اللعن جملا قال لا يصحبنا جمل ملعون وزجره النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الإنسان ما يلعن فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك وصلي لهذه الرسالة قولي له أنت مرتكب كبير من كبائر الذنوب وعظيما من عظائم من الآثام وخطيئة من الخطايا الكبيرة حينما يصدر هذا اللعن منك بمثل هذه الصورة الأمر الآخر قولي له يتق الله في إخواني وفي أخواتي الله عز وجل أمره بصلتهم لا بلعنهم الله عز وجل أمره ببرهم لا بقطيعتهم الله جل وعلا أمره بالإحسان إليهم لا بالإساءة إليهم الله جل وعلا أمره بالحلم عنهم لا بالجهل عليهم كيف يتصرف مع أخوان وخواتب مثل هذه الطريقة وبعدين عذره والله أني أنا ما أسيطر على نفسي إذا غضبت غلط النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب يقول الراوي فنظرت فإذا الشر كله في الغضب الشر كله في الغضب لهذا اخت الفاضلة أنت انصحي وجهي وقلي لي يا أبو عبد الله هذا آخر نصيحة مني لك ولن تسمع مني مرة ثانية نصيحة لأنك أنت الآن النصيحة ما تقبلها وتنقلب علي وتبدأ يعني ترجع الأمور إلي سامحني أنا بنصحك لله حتى ما يسألني الله يوم القيام وهذا كلام الشيخ وأنت بينك وبين ربك إذا استجاب الحمد لله ما استجاب الله يعينه الله يعينه على كل لعنة يلعنها ترجعي لي ويخشى والله أن تصيب أهل بيته نسأل الله العافية والسلام لأنه جالسة لعن نفسه وهذا شؤوم يعني بعض الآباء مشؤوم سبحان الله العظيم شؤوم على زوجته وعلى عياله وعلى بيته بسبب هذه التصرفات بسبب هذه التصرفات يلعن وتذهب البركة من البيت بركة الزوجة وبركة العيال وبركة المال والبيت يصبح بيت قلق وبيت مضطرب نسأل الله العنة لماذا لكثرة اللعن نسأل الله العافية والسلامة ترجمة نانسي قنقر